رئيسي من تلفزيون وشرق مشاهدنا أهلا بكم غدا إن شاء الله الـ 12 جوان 2016 ومعرف جرنر تقب جواه مستقرة عموما على كل مناطق الشمالية كل أطل الصحراوي بستنا عبور بعد السحب سفلة يعني على المناطق السحلية لكن دون فعالية جواه مستقرة إن شاء الله على السحر الوسطى على الجنوب الغربي بستنا عبور بعد السحب على مرتفعات الهوغروتسيلي على منطقة تعينميناس وإلزي إلى أقصى الجنوب الجزائري خلال ظاهرة يوم غد إن شاء الله تبقى دائما أجواء مستقرة سماء صفية من الأطل الصحراوي لسواحي البحر الأبيض المتوسط مرورا بكل مناطق الداخلية كل مدن الهضاب العليا أيضا تبقى الشمس فرضى نفسها على الجنوب الغربي والجنوب الشرقي بينما نرتقب سماء مغشات مرفوقة ببعض الرعود المنعزلة على السحر الوسطى مرتفعات الهوغروتسيلي وأقصى الجنوب الجزائري مع تطاير للرمال على السحر الوسطى على الخط الرابط بالمنطقة الثمن راسة وجانات على منطقة الواحات منطقة تندوفها درجة دائما إلى الرياح ما حاليا تقدر تكون قوية درجات الحرارة الدنيا غدا إن شاء الله مع الفجر ستتراوح بين 18 أو 18 درجة على كل السواحي الجزائرية عندما قيس أيضا بين 17 إلى 18 درجة على كل مناطق الداخلية كغيليزان مع سكر شلف البويرا تيزيوزو بليدا المدية برج بوري ريج قلمة والسوق هرا 16 إلى 17 درجة بكل مدن الهضاب العليا أيضا عندما قيس بين 26 إلى 28 درجة على كل أطل الصحراوي أو على الخط الرابط بالمنطقة بشار إلى ورق لاموروران بغردية المنيعة بالريان وزلفانة 29 درجة على بنعباس وعينة مناس وعندنا أيضا 18 درجة من جهة تندو 27 إلى 30 درجة بمرتفعات الهوغار والتسيلي 31 إلى 32 درجة على السحر الوسطى سحرات تنزرفت و31 درجة على أقصى الجنوب الجزائرية على برج بجي مختار تميوين وتنزواطين درجة الحرارة القصوى خلال اليوم إن شاء الله المناطق السحلية ستراوح بين 30 حتى 32 درجة عندنا أيضا مقاييس بين 33 إلى 37 درجة بكل المناطق الداخلية 32 إلى 34 درجة على كل مدن الهضاب العليا كخنشلة بريكا سطيف باتنا البيض عامة مشرية وعند صفرات 39 حتى 44 درجة مرتقبة بإلنا على كل الأطلس الصحراوي 41 درجة من جهة بنعباس 44 درجة على عينة مناس وإليزي 38 درجة بمرتفعات الهوغار وتسيلي كتمنرسة وأيضا جهنات 47 درجة على أقصى الجنوب الجزائري وعلى أدرار 37 درجة من جهة تندوف 48 درجة كأعلى من خياصنا التقبع على عين سالح كرزاز وتيميمون للملاحة والصيد البحري غدا إن شاء الله بحي يكون من قليل اضطراب إلى محليا مضطرب على السواحل الغربية ريحت عود تكون مختلفة الاتجاهات تروح سرعة من 28 إلى 30 كم في ساعة للسواحل الشرقية والوسطى بينما تصل إلى 40 كم في ساعة للسواحل الغربية ختام نشرتنا الجوية يكون كالعادة بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزاء العاصمة ودواحيها أذكر غدا إن شاء الله الثلاثة جوانا 2016 الشرق الشمس يكون بحوله على الساعة الخامسة و29 دقيقة ما الغروب يكون بحولهها على الساعة الثامنة وسبع دقائق أكثر تفاصيل أو أكثر معلومات فيما يخص الجو نعود نتذكركم دائما بمعلومات بالمواقع الإلكترونية اللي رح يظهر في أسفل الشاشة اللي هي شروق online.com وللاباش فيسبوك اللي هي متيو الشروق تيفي تلقوا فيهم كل ما يخص للجو وحتى البي أشكركم على الطيب الإسغاء والمتبع سحصح لكم في أمان الله اشتركوا في القناة